أعلن الناطق الإعلامي باسم ملف كورونا دكتور نذير عبدات أن الفحوصات الأخيرة للمواطن المصاب بالفيروس جاءت سلبية موضحا في تصريحات لرؤية أنه سيتم إجراء المزيد من الفحوصات للتأكد من شفائه تماما ومع استمرار إجراءات الحكومة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة ضرورة العمل بالتوجيهات الإسلامية الداعية للوقاية من الأمراض داعيا المرضى وأكبار سن إلى العمل بالتوجيه النبوي الشريف بلزوم المنزل في حال وجود ضرر على الغير الرسالة الأولى أن الإسلام علمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح أي لا يجوز الإنسان المريض أن يذهب على إنسان صحيح فينقل له العدوى ولذلك هذه نصيحة أخوانا كبار السن الإنسان المريض الإنسان الذي يعاني من زكام الإنسان الذي يعاني من العطس هذا لا يذهب إلى المسجد حقيقة ويفضل الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أن يأقذ معه سجادة صلاة حتى يصلي عليها ترجمة نانسي قنقر